السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركة على سيدنا ومحمد وعلى الله وصحبه ان شاء الله اليوم تبعوا معي فيديو ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير عن تومة عندي هنا 100 جرام الزبدة مرغارين مرغارين سوف ندوبها سوف ندوبها سوف ندوبها بمكونات أمام أربعة كاس ديال زنجلين أربعة كاس ديال لوز مطحون 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 بالقشرة ديالو كاس ديال الدقيق محمر مكونات الزبدة سوف ندوبها كنت سوف ندوبها وانا نقول ثاني بلا شكي ما يكتلكم كنتمنى أن نكون خفيفة ضيفها لكم واختا تعطلت شوية على القناة وعلى الفيديوهات وعلى الناس وقت الامتحان الدابة والعيد مهم كما قلت لكم 100 جرام ديال الزبدة زائد أستعليها معلقة ديالنافعة وحبت حلوة مخلطين ممتقوقين موالو واحد الزاني ما كنت شغان نديروه نقول ثاني حيث نديروه حيث ندير بزاف ديال المكونات زوينين واحد طريقة ديال الملح واحد قرفة شهية واحد أربعة ملعقة سكا غلاسي كاس هكذا نعبر بهذه العبارة هكذا تعبر لي اه فيها خمس فيها أربع كاس هكذا تعبر لي أربع كاس وفيها خمسطاش مليمي بحلز السواعيل هنا واحد أربع ملعقة ديال السمن يعجبني المضاق ديال السمن غن لقاح غن دير جاع مقاضر نواشيف كاملين وعادا خلط اضع العجينة هنا اللوز 4 كاس مطحون 4 كاس اللوز غالي القياس الصافي واحد طريقة الخميرة الفورية واحد شوية ما كنت قاعد نديرها واحد كانت عندي هذي انا ما كنت نديرها نهائيا كنت نديرها أخرى صافيغة واحد شوية انتم ما قد شوفوا اش حال ما نعرف انا ما عافش اش كانت زيت فيها شي حاجة ولا كنت نقص هنا عندي كاس دي لتقيق محمر كنت نقص كنت نقص كاس دي لزيت فقط لا غير 100 جرام دي لزبدة كنت نخلط المكونات و كاس دي لزيت صاحبة و الكريم حانتما كتشوفوا الحلوة مقومة الزنجلان واللوز النافع حبة حلاوة القرفة السمن يعني قاعد المكونت اللي فيها راح صحيين هنا غنضر واحد المعلقة ديلة كريم باتيسير كي يعطي واحد المضاق الزوين هنا كما قلت لكم كاس ديلة طحين محمر نزيد طحين الفورس شوفوا الفرق بين المحمر والفورس شحال الفرق بين المحمر شحال شحال بيض المحمر شحال سوف ندلك العجينة ديالي مزي الغربة كسبغيت لك شحال راح مقومة مزيان 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 هندير دابا هنا جوج كياس ديلة خميرة ديلة الحلوة 16 غرام 8 غرام 8 غرام 10 غرام شحال 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 جميع لا يزال شحال شحال نحن شحال شحال كما تفعل كويرة صغيرة لا يريد أن يكملها إذا كانت كبيرة ويقضلها يضعها ويقسمها إذا قدرتي كويرة صغيرة يكملها هذا ما نقول لا أعرف كل شخص ويقضلها لأنك نرى بعض المرات المناسبات يضعها ويضعها الأغلبية هناك المضاق الملح المضاق المكونات بزوينة 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 وتقريباً دايرة بحيث المكونات اللي فيها أكثر من الطاقة كويرة ويضعها ويضعها لاحقاً ما قدرتي أنت بزوينة حملة حملة هل يجبًا ما نقوم بزوينة في شكل النهائي إن شاء الله الشكل النهائي هو هذا تشوفوا الزرارع كي غالبين في الحلوة انتم مشتو تقريبا غا تكون هزلية شي رابعة ديال الطحين وقيلة عنتوما تايلا كنا ناكلوها بعدان حبا ولا جوج ولا ثلاثة نعرفو عشنو كنا ناكلو فيها وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول قوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المشاركة وعلى المشاهدة كنتمنى من الله تعالى يجعلوا في ميزة الحسنة ديالكم إن شاء الله